بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب جامعة الملك خالد نتكلم في كرس الحبليات و نتكلم أول حاجة في جهاز الهكالي نتكلم كأول جهاز في أسماك البلطي أو سمكة البلطي اللي هو الهيكل الخارجي مع بعض الهيكل خارجي نتكلم عندي جهاز الهيكل إما يكون و هذا مرتبط أحد مشتقات الجلد و الأجزو سكيلتون أو يكون الهيكل الخارجي نتكلم عنه الوقت أول حاجة في جهاز الهيكل هو الهيكل و مشتقاته تكون الجلد من طبقة رقيقة من البشرة تليها طبقة أسمك طبعا من الأدمة يبقى أنا عندي بشرة أي جلد جدا طبعا عبارة عن ابي ديرميس ابي ديرميس والطبقة الثانية هي اي ديرميس طيب البشرة عبارة عن طبقة من الخلايا الطلاقية الحرشوفية المصففة يبقى أنا عرفت أنها استراتفيرس كوامس ابيثيليم زيها زي أي جلد متقدم يبقى دازم يكون عدة طبقات وتحتوي على عدد من الغدد المخاطية وحيدة الخلية وتتكون الأدمة طبعا زي أي أدمة من نسيق ضام في داخلها طبعا القشور الدائرية داخل الجيوب وبالشكل اللي انت شايفه ده ده القشور الدائرية موجودة في مطاقة الأدمة وتمتد الفوق خالص هتلاقي طبقة البشرة هي عبارة عن طبقة من يعني يعني نسيق تلاقي حشوفي مصفف وطبعا يبقى فيه غدد زي ما قلنا وحيدة الخلية وبعد كده الطبع اللي بعد كده اللي هو الديرميس عبارة عن كونكتب تشو كونكتب تشو طبعا فيه نهاية أو عدمية والأعصاب ده بالشكل تاني قطاع تاني قطاع موضي فيه سمكة البلطي في الجلد هتلاقي هنا الطبع اللي تحت ده اللي هي الديرميس والطبع اللي فودي اللي هي الإبيديرميس ده فيها الخلايا المخاطية وبعد كده هتلاقي فيه اللي هي موجودة طبعا فيه ديرميس طبعا تعرف ان فيه خلايا صبغية موجودة بالشكل ده المسؤول عن اللون جلد السمكة خلاص نتكلم بعد كده على رقم اتنين اللي هو الاندو سكيليتون الاولان كان اجزو سكيليتون بما فيه جلد نتكلم بعد كده على الجهاز الهيكل الداخلي نتكلم على الاول حاجة فيه اللي هو العمود الفقري او الفرتيبرال كولم اتكلم عمود الفقري من فقرات جزعية واخرى ذيلية يعني جسمها عبارة عن فقرتين رأس و جزع وذيل بعد الرأس على طول يبقى فيه منطقة الجزع يبقى مفيش فيه مثلا فقرات وعنقية موجودة في الانسان طيب فقرات الجزعية وفقرات الذيلية الترف الخلفي من العمود الفقري غير معقل ويسمى بالعصعص يعني اخر مجموعة كده تلاقي فيه فقرات فقرات موجودة كده بالشكل ده كده لكن اخر مجموعة بندمجوا مع بعض اتحدوا مع بعض يبقى بسموه ايه سموه ديورو ستايل او العصعص العصعص انحاني للنحية الظاهرية فيه الزعنفة الذيلية ولذلك في الزعنفة الذيلية غير متماثلة من الداخل لكن هي من الخارج متماثلة برغم انها تبدو متماثلة منين من الخارج همو ثيركل يعني انت تشوف الزعنفة كده لكن هم بديجي تلاقي فيه ايه تلاقي العصعص ملتجه اللي اعلى جواه كده بالشكل ده اه طيب يبقى من الداخل غير متماثلة لكن من الخارج طبعا تبدو انها متماثلة الفقرات من النوع المقاعر من الناحيتين يعني عامل كده مقاعر من الناحيتين بالشكل ده وبالتالي بسموه اده طرف مقاعر وده طرف مقاعر بسموه انفيسلوس يعني مقاعرة الوجهين وبالتالي وتوجد في كل فقرة بين كل فقرة والتي تليها بقايا الحبل الظهر يحمل القوس العصبي شوكة عصبية بسموها زهرية طويلة بالاضافة الى منطقة ده سمع نتوء المستعرض العصبي زي جابه في السيزة لعملية التمفصل بين الفقرات يعني لو انت عندك الفقرة بالشكل ده كده هتلاقي القوس العصبي وده مركز جسم الفقرة وده بقايا الحبل الظهر بالشكل ده فده ايه؟ مركز جسم الفقرة بالشكل ده وانت بسط عليه تلاقي مقاعر من الناحيتين ده الشوكة العصبية وده القوس العصبي جزء صغير هنا كده موجود جزء صغير كده موجود عشانه موجود في منطقة القوس العصبي زي جابه في السيزة للعملية التمفصل بين سامو النتوء المستعرض اه تمفصل بين الفقرة الجزعية او يتصل بالفقرة الجزعية من ناحية البطنية برضو زوج من نتيقات المستعرضة الجزء اللي تحت ده كده اللي يحمل الايه؟ الضلوع بالاضافة لزوج من الضلوع البلوية بسمه PLURAL RIPS PLURAL RIPS يسمى الضلوعية بوحيض منطقة الايه الفرغ البلوية اللي يحمل الايه؟ او اللي يحتوي على الرئاتين في الفقرات الضائلية يحمل القوس الدموي يعني برضو لو لقيت كده الفقرة من تحت كده تلاقي فيها برضو قوس من تحت كده القوس اسم القوس الدموي الهامل أرش برضو بيحمل شوكة الدموية الجزئ ده برضو تلاقي قوس صغير كده وجزء صغير ده كده هنا سامنان يورا زي الجابوفيسز هنا عشان ده قوس دموي هنسميه هامل زي جابوفيسز برضو لعملية التماثل ما بين الفقرات يبقى لنتوقت المستعرض اللي انت شافها دي فيديتها عملية التمبسط ديبقى ده الفقرة بسمه وده الكودر الفرتيبري الكودر اللي يعني ايه الفقرات زيلية وده ترانك فرتيبرا الفقرة جزعية طيب احنا نقول ايه ده مركز جسم الفقرة اللي هو مركز جسم الفقرة المركز جسم الفقرة تحتوي في المنتصف على بقايا الحبل طيب من ناحية الظهرية هتيجي تبصت لقي في القوس الدموي هذا القوس الدموي اللي بيحمل ايه نيورال اسباين يبقى ده عنا ندي نيورال ارش بيحمل نيورال اسباين فيه فرق جوه بسمه نيورال كانال اللي بيمشي فيه اسباينال كورب جزء صغير قلت لك عليه الوقت اللي هو نيورال زي جابوفيسس او نتوق العصب وقلنا ده فيديته عملية التمبسط نحية البطنية هتلاقي فيه نتوق مستعرض اللي بيحمل البرورال ريب او الضلوع عن ناحية الاخرى هتلاقي فيه الكودا الفرتبري اللي هي الفقرة الزيلية هتلاقي نفس الكلام من ناحية الزهرية لكن ناحية البطنية يبقى مميز بايه مميز ان النتوق المستعرض ده بيستمر مع بعضه كده ويديك حاجة خالص قوس دموي اللي يبقى فيه الكودا الارتري والكودا الفين اللي هو الشرين الزيلي والوريد الزيلي ماشي فيه القوس الدموي ويحمل برضو الشوكة الدموي الهيمال سباين جواه الهيمال كنال اللي قلت لك فيها ايه شريان هو وريد ذيلي وعد كده الجزء الصغير برضو ده اللي هو هيمال زي جابوفيسز قلنا الكودا الوي الهيمال زي جابوفيسز وي نيورال زي جابوفيسز في ديتنا عملية ايه الطمافسوس ايه الطمافسوس زي ما قلت لك من جهاز الهيكالي او العمود الفقر الكل عبارة عن فقرات زي ما انت شايف كده لكن في منطقة الذيل بيحصل اندماج للفقرات الايه الذيلية مع بعضها البعض وتسموها العصاص او اليورو ستاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة